استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خسيم عانويل الباريس حيث سمن السيد رئيس المواقف الإسبانية الإيجابية من قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية كما استقبل الرئيس السيسي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حيث أكد الرئيس السيسي الموقف المصري الداعية لعدم توسع دائرة الصراع بالمنطقة وضرورة وقف التصعيد للحيدولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة استقبل السيد رئيس عبد الفتاح السيسي السيد خسيم نيوال الباريس وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني والوفد المرافق له وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بالإضافة إلى سفير إسبانيا بالقاهرة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية الراهنة وتطوراتها حيث ثمن السيد رئيس المواقف الإسبانية الإيجابية من قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وهو ما ينعكس في التنصيق المستمر بين قيادتي الدولتين والرؤية المشتركة التي تجمعهما من أجل تحقيق السلام في المنطقة ومن جانبه نقل الوزير الإسباني للسيد الرئيس تحيات وتقدير رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشاز وأشار إلى تأييد ودعم إسبانيا الكامل للجهود المصرية الدؤوبة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية مؤكدا محورية الدور الذي تقوم به المصر إقليميا لوقف توسع دائرة الصراع ودفع جهود إرساء السلام وتحقيق الاستقرار وقد شهد اللقاء في هذا الصدد التوافق على أهمية زيادة الجهود الدولية خلال المرحلة الحالية لوقف التصعيد المستمر والتوصل إلى تهدئة شاملة للأوضاع في غزة ولبنان على النحو الذي يمنع استمرار التدهور في الأوضاع الإنسانية طريقة نحو مسار تحقيق السلام على أساس حل الدولتين كما تناول اللقاء تأكيد عمق العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيزها ودفعها إلى أفاق أرحب لسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية حيث أكد الجانب الإسباني في هذا الصياق حرصه على تعزيز مشاركته في عملية التنمية التي تشهدها مصر من خلال دور الشركات الإسبانية في العديد من القطاعات ومن بينها التصنيع والزراعة والنقل وذلك بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والإسباني الصديقين كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج وقد ركز اللقاء على استعراض التطورات الجارية بالمنطقة حيث أكد السيد الرئيس الموقف المصري الداعي لعدم توسع دائرة الصراع وضرورة وقف التصعيد للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة ستكون ذات تدعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة وأكد السيد الرئيس في هذا الصياق ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين من جانبه أعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة مشيدا بالدور المصري في هذا الصدد على جميع المسارات كما نقل وزير خارجية إيران تحيات وتقدير الرئيس مسعود بزشكيان للسيد الرئيس وهو ما ثمنه السيد الرئيس وتم الاتفاق على أهمية استمرار المسار الحالي لاستكشاف أفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين